قام الطلاب كلية الاتصالات وقسم العلاقات العامة والإعلان بتنظيم مشروع المسئولية الاجتماعية التي كانت حول قواعد المرور والنجدة في الحياة المرورية حزام الأمان والحد من السرعة هناك ثلاث قوانين يجب أن تطبق بسبب عدم إطاعة هذه القوانين فقد عدد كبير من الناس حياتهم من أجل زيادة وعي الناس قام طلاب جامعة الشرق الأدنى لكلية الاتصالات والعلاقات العامة بتنظيم مشروع يركز على قواعد المرور وإنقاذ الحياة في حركة المرور رئيس رابطة وقاية من حوادث المرور الدكتور محمد أمجي المفتش في وزارة النقل فؤاد يلدنيس نائب مستشار جامعة الشرق الأدنى لأستاذ الدكتور شينول بيكتاش وعضو جمعية القبارس الأتراك للمعاقين قاموا بحضور هذا المؤتمر ذكر الرئيس رابطة لقاية من حوادث المرور الدكتور محمد أمجي الغرض من تأسيس هذه الرابطة وشدد على طبيعة عمليهم المستمر من أجل رفع المستوى الوعي في حركة المرور أعرب نائب المستشار جامعة الشرق الأدنى الأستاذ الدكتور شينول بيكتاش عن امتنانه حول الحدث الذي تم تنظيمه من أجل رفع مستوى الوعي لدى الناس اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر